اشتركوا في القناة المفدى حفظه الله ورعاه لإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة التي خطها جلالته قامت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوضع الخطط التفصيلية للاستكشاف ومتابعة تنفيذها من خلال تسخير موارد شركات النفط الوطنية لمضاعفة عملية الاستكشاف والتنقيب وقد أسفرت أعمال اللجنة في التوصل إلى أكبر اكتشاف في تاريخ مملكة البحرين والمتمثل باكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين بالإضافة لاكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق ويعتبر هذا الاكتشاف الأول منذ عام 1932 عندما تم تدشين أول بئر للنفط في المملكة وسيساهم تطوير هذا الحقل الجديد في رفض قدرات مملكة البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية هذا وأكد معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط في تصريحات خاصة لمركز الأخبار أن لجنة الثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي عملت في السنوات الماضية على تكثيف جهود الاستكشاف في المملكة منوها إلى أن هذا الاكتشاف التاريخي هو أول ثمار عمل هذه اللجنة حالي قيمنا الاحتياطيات المثبتة ما يسمى بالأويلن بليس وتم إصدار تقرير من قبل بيت خبرة شركة في الملاعظة المتحدة وبهذه المناسبة طبعا تشرف سيدي صاحب سمولي العهد برفع خبر الاستكشاف إلى جلالة الملك حفظه الله وإلى شعب البحرين وهي أولى ثمار عمل اللجنة لجنة الثروات الطبيعية هناك كذلك اكتشاف للغاز العميل وجاري العمل على تطويره تم تقييم الكميات وكميات واعدة بإذن الله تزيد من قدرة البحرين لإنتاج الغاز من أجل القطاع الصناعي والكهرباء والماء أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن اعتماد آلية عمل جديدة لتقييم الطلبات الصناعية بحيث لا تتجاوز 18 يوم عمل مع تحديث نظام إلكتروني للمناطق الصناعية جاء ذلك في مؤتمر صحفي لاستعراض منجزات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في القطاع الصناعي حيث تم تخصيص 39 قسيمة صناعية في المناطق الصناعية خلال العام الماضي مع خلق أكثر من 3545 وظيفة هذا وبلغ إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي على مستوى المملكة أكثر من 147 مليار دينار ومن أبرز الإنجازات المتحققة في القطاع الصناعي خفض نسبة عدد المخالفات في المناطق الصناعية إلى 7.8% من 143 مخالفة صناعية في العام 2016 لإتصل إلى 66 مخالفة صناعية في العام الماضي طبعاً بدل موضوعها من 2015 لما تغيرت بعض القوانين قانون المناطق الصناعية وإصدار بعض القرارات لتنظيمها طبعاً ساعت الوزارة جاهدة مع جميع المستثمرين والمستأجرين في المناطق الصناعية لإزالة المخالفات اللي كانت عددها كبير جداً فوق المائتين حالياً طبعاً وصلنا إلى أقل من تقريباً 60-66 مخالفة والعمل قائم لإزالة هاي المخالفات تستعد شركة مطار البحرين الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي لاستقبال زوار سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا واحد للعام 2018 كما تنتهي الشركة حالياً من كافة الترتيبات التي تضمن سير جميع عمليات الشحن بمنتهى السلاسة والمرونة إذ من المقرر وصول أطنان من المعدات إلى مطار البحرين الدولي عبر عدة رحلات من مختلف دول العالم قبيل هذا الحدث المرتقب الذي سيقام في حلبة البحرين الدولية وسيستمر في الفترة من السادس إلى الثامن من أبريل 2018 هذا وشكلت شركة مطار البحرين أربع لجان وهي لجنة الشحن ولجنة النقل ولجنة خدمات المدرج ولجنة عمليات مبنى المسافرين وتتولى لجنة الشحن مسؤولية معالجة عمليات وصول الشحنات ومغادرتها كما تعمل عن كثب مع شركة خدمات مطار البحرين وأمن المطار لتيسير حركة شحنات سباق الفورميلا واحد في مواعيدها المحددة والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفلت البورصة بانخفاض نسبته 1.16% عند مستوى 1303 نقاط وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين ومائتين وخمسة ألاف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 285 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 42 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع التأمين حيث بلغت قيمة أسهم المتداولة من نسبته 33.73% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة وننتقل الآن إلى أغلاقات الأسواق الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7800 نقطة من خفاض بلغت نسبته 0.89% أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد كانت مغلقة لهذا اليوم وذلك بسبب إعادة هيكلة السوق والبنية التحتية له حتى يكون مواكباً للمتطلبات العالمية وبالنسبة لسوق البيل المالي فقد أغلق عند مستوى 3136 نقطة بارتفاعاً بلغت نسبته 0.90% رعى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مدينة سياتل الأمريكية اليوم حفلة توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في السعودية بالإضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمدادات لقطع الغيار داخل المملكة وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وأعلان توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030 وجرى توقيع الاتفاقية بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية سامي وشركة بوينغ وقعها رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب والرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة بوينغ دينيس مولنبرغ وقد تجول ولي العهد السعودي في مرافق شركة بوينغ لصناعة الطائرات مستمعاً إلى شرح مفصل عن عمليات الشركة قال خالد الخالد الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت إن الهدف من الهيكل الجديد للسوق الكويتية هو تطوير سوق الكويت للأوراق المالية بإدارة بورصة الكويت وأضاف الخالد أن بورصة الكويت لم يطرأ عليها أي تغيير جوهري منذ تأسيسها من 35 سنة وأنه قد آن الأوان لإعادة هيكلة السوق وبنيته التحتية حتى تتواكب مع المتطلبات العالمية وأضاف أن التطوير الذي طرأ على البورصة من خلال تقسيمها إلى ثلاثة أسواق الأول والرئيسي والمزادات واعتماد ثلاثة مؤشرات في بورصة الكويت يهدف إلى استقطاب الاستثمار المؤسسي المحلي والعالمي وعملية الاستقطاب لن تتم إلا بهذا النوع من التطوير البروستس بدأ من بداية 2017 فكانت في هذه المرحلة التطوير الأولى التي راحت لايف في 21-25 في بدايتها كانت هناك شوية صعوبات بحكم أن كل الأطراف هذه علاقة لم يدخلوا في موضوع تطوير من هذا النوع كان آخر تطوير في 2012 في تطبيق ناسدك لما طبقنا الأكستريم سيستم وكان شوية تكون نوع من علاقة ما يقولون هيكبس الآن مع تطوير الثاني لاحظنا تطور ملحوظ من جميع الأطراف في استيعافة عملية التطوير المشاركة أعلن كل من القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري وسفير دولة الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي أن هناك مساعي جدية لعودة سياح دول الخليج العربي إلى لبنان وقد تبدأ بوادر هذا القرار خلال الصيف المقبل وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركتهما في استقبال الطائرة الإماراتية الأكبر في العالم إيربوس 380 في مطار رفيق الحرير الدولي حيث حطت في رحلة تجريبية لقدرة المطار على استقبالها في الحالات الطائرة أو الطارئة وقال البخاري أن المملكة تدرس رفع حظر عودة السياح السعوديين إلى لبنان وأن هذا الأمر يعتمد على المؤشرات الأمنية التي يتلقونها من الحكومة اللبنانية هذا الحدث يرفع الثقة في العلاقة بين الدول ويعكس الصورة المشرفة التي تسعى الإمارات لنقلها إلى كل بلدان العالم إن طيران الإمارات الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر رائداً في مجاله ويسعى نحو المزيد من التطور والريادة محققاً بذلك إنجازات دولية تلبي لطموح المسافر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر